التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة شهد اللقاء استعراض جهود هيئة الابنية التعلمية في متابعة تنفيذ خطط صيانة المبادل المدرسية وجاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعلمية فضلا عن التوجيه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيالة لكل المباني التعلمية على مستوى الجمهورية مع استعراض أليات الاستمرار في التعاون مع القطاع الخاص في تقديم المحتوى التعلمي على المنصات التعلمية